اشتركوا في القناة وانتي رح تطالعيني؟ بدون اي شك شوفي يا حلوة جديدي مكياجيك وحطي شوية بودرة على انفك ولاعدت تدخلي بهايك قصاص ايه انت ما بتعرف مين بكون انا ما هيك اه ما توغزيني طلعت غلطان بحقك معنات بتقدري تدخلي بهايك قصاص ما لك منقضي وقت شو عليه طلع فيني انت ما بتهمني ابدا موكي لي جلال دومان طلب مني اني ساعدك اما كتول الوقت مأهورة وعم تبكي عليك وانا هون مشانا يعني؟ المعنى واضح انا الوحيدة اللي بتقدر تطالعك من هذا السجن ومتاكد من هالشي؟ انتي بتعرفي انه انا بسبب موكلك قاعد بهاد المكان هلأ؟ شو حابب تلعبها لتقيل؟ بدك يعني ايلك سر يا حلوي بسبب جلال انا نزليت ونحطيت بالسجن وجاية تقليلي هلأ بدنا نساعدك ونطالعك؟ اذا بتقلي يا حلوي مرة تانية والله رح خليك تندم اوه خوفتيني كتير لك يا حلوي بنصحكم تتركوا امي بحالها وإلا رح يكون التمن غالي وما رح تقدروا تدفعوه انت مين مفكر حالك قول؟ عادي شايف حالي حدا كتير عادي يا حلوي وما عندي شي يخزره روحي هلأ ولا بقى تفرجيني وشك اشتركوا في القناة يلا لا شوف انت ويا استعجلوا شوي يلا يا ابني استعجلوا يلا بعدين بقى من وين اجيتي يا حضرة الصحفية؟ منتعدى على الصحافة والصحافة بتتعدى علينا برافو رح اعطيكي ميدالية شرطة عشاطارتك تركا واقفي طيب ماشي طولي بالك بس لحتى خلص ها خلصنا معام صدي حزفت كل شي عليها هاي خلاصة ممنون لطفك انا مجد عن جد اهلين سيد مجد رح صور مرة ثانية شو رأيك تفرج بلاها الحركات يا صحفية بلاها اسمعي شو رح يصير ازا صورتي هاد الزلمة ونشرتي الصور بتفشل العملية طيب مين فينا بدو تفشل العملية يا ترى موش جماعة اللي بيعرفو له هاد الزلمة باس شفتي شفتي كيف انا وياكي فينا ندفعها ايه ولسه في شغلة تانية مهم ليش عم تربتي شعرك خليه مفرود امشوا شو شو عم تقول انت فريدي شعرك ومع رح تندمي انت غليز كتير بتعرف مو؟ اف انا لق حلوين كتير احم أحم 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 لجانا انتهيت انتهيت يا الله ما جدنا هالي مستأملي هزف كل الصور يلي اخدتون لك شو بنتي أعمل هلأ يا ربي رح اتقلع من الشغل أكيد رح اتقلع تفضل حضرة المدير طلبت تشوفني صاير شي حضرة المدير القصة عن الصحفية اللي عم تبكي وتتمسكن هون بالفرع قلت اللي الصحفية اللي عم تبكي حزفت كل الصور اللي اخدتها حزفت كل صور الخبر اللي كانت بدأت تنشره انا بس الصور مجد امور حضرتك شو رح يصير اذا نشرت خبر سي عن الفرع اليوم حل اذا بتقدر تحلها بعتذر منك مو هيك اتفقنا يا مجد شبك ليش عم تلفت نظر الكل علينا يا ابني تأكد انه رح حل هالقصة حضرة المدير لان الفضل تحلها بيكون احسن اليك ولمستقبلك يا ابني الله معك يعني مو معقول قديشك شاطرة بالتمثيل بتروحي بتقدمي شكوى لمديري فورا انتي رح تنزعي شغلنا بس من شان صورتين اخدتيهم اي لا تخاف ما رح يصر لك شي طول ما عندك هلسان بتقدر تلاقي حل شوف حزفتلي كل صور الاخباري اللي مجهزتا شو بدي يقول للمحرر هلأ اه اوفي ناك اكيد هلأ رح يفكر يقر لعني من الشغل فورا يعني بدك خبر مو؟ ماشي رح اسمحلك تروحي معي بس هالمرة ما بدي ياك تساعدني لأي شي بكفي انك تبعد عني يا الزلم اللي اعتقلناه هلأ قال كل شي بالتحقيق عنده عصابة للسرقة اذا بهمك طبعا انا تكلفت بهالمهمة وهالخبر رح يكون مثل القنبلة يعني انتي ما رح تتقلعي وغالبا يمكن تترفعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة